اهلا بكم جددا في الحصة المغاربية اطلق حزب جبهة القوى الاشتراكية اقدم حزب معارض في الجزائر مبادرة سياسية سيطرحها على الاحزاب ومختلف الفاعلين المبادرة تهدف وفق الحزب لكسر ما وصفه بحالة الجمود السياسي ومواجهة ازمات الداخل والخارج وتحصين الجبهة الداخلية من محاولات زعزعة الاستقرار الامين العام الاول للحزب يوسف اوشيش دعا السلطات الى الانفتاح اكثر على الحريات واعادة الاعتبار للعمل الحزبي بعد ما سماه تصحر الساحة السياسية في الاعوام الاخيرة البداية تكون بسؤال حول هذه المبادرة ما هي اهم المبادرة للم الشمل او تقوية هذه الجبهة الداخلية حسب مفهوم حزب جبهة القوى الشراكية طرحنا هذه المبادرة املا منا ان نتشارك بها مع كافة الاحزاب السياسية في مرحلة اولى حول المسائل الجوهرية لا يمكن لنا في نظرنا ان نحصن الجبهة الوطنية ان لم نباشر اصلاحات جذرية وعميقة خاصة في المجال الاقتصادي المجال الاجتماعي وايضا في المجال السياسي نرى ايضا بانه هناك محور الحريات ومحور حقوق الانسان ان نحصن الوطن حول كل محاولات المساس بالوحدة الوطنية او المساس بالامن القومي والانسجام المجتمعي تزامنا مع هذه المبادرة التي اطرحها حزب جبهة القوى الاشتراكية طرحت مبادرة اخرى بالتوازي من حزب حركة البناء الوطني بقيادة عبدالقادر بن جرينا رفضتم او حفضتم مع المشاركة في هذه المبادرة الا تخشون ان تواجهوا نفس ربما المصير برفض عدة احزاب سياسية اخرى بالمشاركة في مبادرتكم هذا هو املنا املنا هو الوصول الى عقد وطني عقد او وثيقة مشتركة وان كنا ابدينا بعض الامتعاض من بعض المبادرات المطروحة على الساحة الوطنية السياسية لانه في نظرنا اليوم مسألة الاستقطابات الايديولوجية لا تخدم الدولة الوطنية خاصة في الظرف الراهن ويجب بناء وثيقة بصفة مشتركة وجماعية وسوف تقدم الى السلطات المعنية او الى رئاسة الجمهورية ايضا بصفة مشتركة وبصفة جماعية نحن نأمل صد كافة المخاطر التي تحدق تحدق عفوا بالدولة الوطنية السلطة بشكل ما راهنت اكثر على المجتمع المدني بالمنظمات والجمعيات عوض التفعيل دور الاحزاب السياسية ربما ذلك ناتج من سياقات تاريخية مؤخرا حسب الحراك ورفضه لمجموعة الاحزاب السياسية وغيرها لكن بعد مرور اربع سنوات هل هذه تجربة ناجحة وهل يمكن القول بان المجتمع المدني يستطيع ان يعوض دور الاحزاب السياسية ابدا ابدا ونحن نددنا بهذا التوجه اليوم لا يمكن لمجتمع مدني مهما كانت قوته وخاصة وان كان في بعض الاحيان افتراضي بين قوسين ان يلعب دور الاحزاب السياسية اليوم هذه الارادة المتمثلة في تغييب الاحزاب السياسية او تهميش الاحزاب السياسية عن العمل السياسي وعن اداء ادوارها كما يلزم وبما في ذلك الاحزاب المحسوبة على السلطة لا يمكن ان يأتي بالخير انضم الينا ضيفانا من الجزائر وليد زعنابي القيادي بحزب جبهة القوى الاشترافية الافافاس اهلا بك ايضا معنا من الجزائر علي بخلاف الكاتب والواحث السياسي اهلا بكما في حصة مغاربية ابدأ معك سيد زعنابي تتحدثون عن ازمة سياسية عن اخطار محدقة عن فوارق ايدولوجية ما المشكلة بالضبط من الذي ترونه سلام عليكم تحياتي لكل متابعي قناة الغد وتحياتي لضيوف الكرام اولا لابد الإشارة إلى ان المبادرة جبهة القوى الاشتراكية لم تأتي من العدم هي تنفيذ لوائح المؤتمر الوطني السادس لجبهة القوى الاشتراكية المنعقد في ديسمبر 2022 وهي استمرارية لمبادرات جبهة القوى الاشتراكية التي بدأت منذ 1963 سنة التأسيس والتي كانت تهدف دائما لتجاوز المآزق التي كانت تصطدم بها الجزائر وفي إطار فلسفة الحوار في إطار تجميع كل الجزائريين وهي بعيدا عن الاستقطابات بعيدا عن الايديولوجيات وهي نفس الروح نفس الفلسفة التي تنبني عليها المبادرة اليوم كما هو معلوم أن هذه المبادرة هي في سياق عالمي يعرف تحولات عميقة وسياق إقليمي مفخخ وعالي المخاطر بالنسبة للجزائر تعرفون أن الجزائر حدودها أو أغلبها يعرف توطرات عالية مؤخرا نشهد الأزمة في النيجر وما حمله انقلاب النيجر ومحاولات التدخل العسكري الذي ترفضه الجزائر وحزبنا أيضا بشكل قطعي التوقيت الذي تأتي فيه مبادرتنا أيضا هو التوقيت وطني يعرف ركود سياسي يعرف تجميد سياسي وأيضا جاء تماما وبعد درس البريكس وعدم قبول الجزائر في منظمة البريكس وما يجب فعله لتدارك الأمر تأتي مبادرتنا في هذا السياق وهي تحت شعار عقد تاريخي عقد تاريخي يجب مع كل الجزائريين من أجل استكمال المشروع الوطني المشروع الوطني الذي بدأ عشية أول نوفمبر بهدفه تحقيق الاستقلال اليوم لا بد من الجزائريين أن يجتمعوا ويلتفوا من أجل بناء دولة الحق دولة القانون والدولة الديمقراطية الاجتماعية واضح سيد زعنابي أخذ رأي سيد بخلاف بناء على هذه الأسباب التي يذكرها حزب الأفافاس هل ينبغي على الجزائريين جميعا تلقف هذه المبادرة والعمل بها أظن أن يجب التطرق أول إلى الاختلاف الموجود بين اقتراح جبهة القوى الاشتراكية والاختراحات الأخرى الموجودة الآن في الساحة السياسية خاصة التي قامت بها أحزاب الموالية السلطة الاختلاف واضح وجلي ويتمثل في أن جبهة القوى الاشتراكية تريد أن تتكلم مع كل طبقة سياسية منها السلطة والمعارضة عكس هذه الأحزاب التي تريد أن تنطوي أو أن تساند بطريقة مباشرة رئيس الجمهورية والسلطة في مساعيها الداخلية والخارجية بالاستغناء عن الطبقة السياسية وحتى عن المعارضة وهذا الشيء الذي لا يمكن أن يحدث إلا إذا تمت مشاركة الجميع وأقصي منها هذه الندوة التي أقيمت في شهر الماضي أقصي منها تقريب نصف كبير من المعارضة النقطة الثانية هي أن جبهة القوى الاشتراكية هي حزب معارضة هو أقدم حزب معارضة قلتها في البداية والميزة الأخرى هي أنه من بين الأحزاب المعارضة القليلة التي تصغى إليها السلطة وتستمع إليها وهو الحزب الوحيد مع حزب حركة مجتمع السلم الذي لا يتلقى حالياً مضايقات من طرف السلطة في أعمالها أو في أشغالها وبتالي يمكن أن يتكلم لكل الأطراف أما الظرف الحالي الذي تأتي فيها هذه المبادرة الكل يعرف بأن هناك خرق شاسع بين ما تقوله المعارضة والطبق السياسي وما تقوله السلطة بحيث أن السلطة الحالية كما حدث ذلك أيضاً سابقاً أنها لا تعترف بوجود أزمة سياسية وهذا هو محدودية مبادرة حزب جبهة القوى الاشتراكية بحيث أن السلطة لا تعترف بأن هناك أزمة سياسية وتقول بأن من يريد أن يصل السلطة فلديه عليه فقط أن يشارك في الانتخابات التي ستجرى رئاسية التي ستجرى في أخير 1924 عفوا وبالتالي أظن أن المبادرة في ذاتها روما إيجابية وستكسر الجليد الموجود حالياً في الطبقة السياسية أو في الساحة السياسية الجزائرية لأن نتصور أن نحن في الدخول الاجتماعي والسياسي والمدرسي وليس هناك أي تقريب من أي نشاط سياسي مذكور وهناك حتى منع الأحزاب السياسي وحتى الموالية للسلطة بالنشاط وهذه المبادرة جاءت ربما لكسر هذا الروتين لكن لا أظن أنها ستذهب بعيداً للأسباب التي ذكرتها سيد زعنابي يعني أنتم من خلال هذه المبادرة مثل ما استمعنا إليك واستمعنا أيضاً للسيد أشيش وللحزب بشكل عام يعني تهدفون إلى توحيد الجبهة الداخلية لكن كيف يمكن تصديق ذلك وأنتم قاطعتم معارضة ندوة قام بها حزب البناء الوطني بخصوص مبادرة وإن اختلفت مع مبادرتكم لكن أنتم قاطعتموها كيف تدعون إلى توحيد الجبهة الداخلية أو الصف الداخلي وأنتم تقاطعون الآخرين لابد من تعريف وتحديد المفاهيم في هذه النقطة الجبهة الداخلية هي تجميع كل الجزائريين في إطار الانفتاح في إطار خطاب من الصراحة خطاب مصارحة خطاب تصالحي ومن الانفتاح حتى يتسنى لكل الجزائريين مواجهة المخاطر مواجهة التحديات بشكل جماعي وبشكل يكون فيه تقاسم للأعباء فيما يخص المبادرات الأخرى طبعا نحن صرح الأمين الوطني الأول في ندوة الصحفية بأن مبادرتنا لن تدخل في منافسة مع أي مبادرة أخرى ولن تكون ضد أي طرف نهدف إلى تجميع كل القوى الجزائرية كل القوى السياسية لماذا لم تشاركوا هذا ليس سؤالي سيد زعنابي لماذا لم تشاركوا في ندوة التلحم الوطني وتأمين المستقبل وقطعتموها في حين أنتم تدعون إلى توحيد الجبهة الداخلية هذا تناقض في حد ذاته الأففاس الأففاسي دي الكريم لن يشارك في أي في أي ندوة في أي ندوة لها ليست واضحة المنهجية ليست واضحة الأهداف ليس كذلك ليكون خطابها أو جزء من خطابها إلغائي وإقصائي ويستهدف ثوابت الوطنية يستهدف التاريخ الألفي للجزائر أو حتى يكون في تركيبتها أو تركيبتها يعني من حيث الشخصيات أو من حيث الأشخاص أفراد قاموا ولهم سوابق في قيادة حملات كراهية قيادة حملات ضد الشخصيات الوطنية ضد الثوابت الوطنية ضد الهوية لا يمكن صنع ما يسمى التلاحم وجمع الجزائريين بضم أشخاص قاموا بحملات كراهية ضد الشخصيات ضد تاريخ الجزائر ضد الهوية الجزائرية ضد الثوابت الوطنية نحن نحيي كل المبادرات التي تهدف إلى جمع الجزائريين إلى الدفع بالحوار إلى ترقية الحوار كوسيلة لحل الخلافات لكن بالمقابل لا نقبل أن نكون في مصار استقطابي أو مصار يشجع ويدفع بالخلافات ويجعلها تطفو على السطح المبادرة أو جمع الجزائري لا بد أن يكون في جو من الاحترام في جو من التوافق في جو من نكران الذات أيضا سيد بخلاف هذه المبادرات التي تقدمها أحزاب سواء حزب الأففاس أو حزب البناء الوطني أو غيرها من أي مبادرات يمكن أن تقدم في المستقبل ما يتم عرضه أو تقديمه للجمهور من قبل هذه الأحزاب صاحبة هذه المبادرات هي أسباب وطنية جميلة لكن دعنا نغوص أكثر في الأسباب حزب مثل حزب الأففاس مثل ما تابعنا في السنوات الأخيرة أدخل تحويرات على عقيدته السياسية يقدم اليوم هذه المبادرة في الوقت الذي نعرف جميعا بأن الرئاسة الجمهورية تركز على شريحة المستقلين والشباب وجهت لهم دعم كبير في الانتخابات الماضية أخذوا مقاعد بأعداد وبتمثيل غير مسبوق في مرات سابقة هل هذه المبادرات هي فعلا للأسباب الوطنية التي تذكرها الأحزاب أم أنها لكي تأخذ أيضا فرصة أو بجالا من الاهتمام في ظل ابتعاد رئاسة الجمهورية عن العمل الحزبي التقليدي عموما لا يمكن أن تصل هذه المبادرات حاليا إلى مبتغها ما عدا مبادرات التلاحم الوطن التي لم تقم بها أعزاب سياسية وإنما قامت بها رئاسة الجمهورية بغطاء أحزاب الموالية لسلطة هذا حديث آخر لأن الموضوع كما قلت هو فقط مساندة السلطات الحالية وليس لخلق بديل للخروج من أزمة سياسية لا يعترف بها السلطة وحتى الأحزاب الموالية لديها أم النشاط السياسي بصفة عامة فهو مجمد في الجزائر فقلت في التدخل السابق بأن الطبقة السياسية الأحزاب السياسية الجزائرية اليوم لا تستطيع حتى أنها تقوم بندوات أو حركات أو تخاطي مواطنين مناضلها أو المواطنين الجزائريين بسبب واحد وهو أن رئاس الجمهورية أو السلطة الحالية لا تريد أن تساعد الأحزاب الحالية للوصول إلى السلطة وحتى أحزاب الموالات تصوروا مثلا أن حزب مثل حزب جبهة حال الوطني لا يستطيع حتى أن يعقدوا مثلا المؤتمر الذي تنص عليه القوانين الجمهورية تدفعه أو تفرض عليه أن يقوم بهذا المؤتمر لكن لا يستطيع حتى لأنه ليس لديه ترخيص لذلك وكذا كل الأحزاب الأخرى ما عدا بعض الأحزاب التي تمارس بعض خطابات من الفينة والأخرى وهدف السلطات حاليا هو ما تسميه تطهير طبقة سياسية وهي الآن بصادة الإعداد لقانون جديد الأحزاب السياسية تتخوف منه الأحزاب التقليدية الموجودة في الساحة سواء من المعارضة أو من السلطة ولو أنها لا تبوح بذلك وتريد أن تساعد ما تسمى بالمجتمع المدني أي الجمعيات أو الشباب الذين يساندون الخط الذي ترسمه السلطة وليس المعارضين وهو الذي تساعدهم مثلا ساعدتهم مثلا في الانتخابات التشريعية السابقة له أن النتائج ربما كانت مخيبة جدا لأن الذين يشكلون الآن البرلمان الجزائري أغلبهم ليس لديهم أي ممارسة سياسية وبتالي ليس لديهم أي تأثير على سيرة البرلمان وحتى المسلسات التشريعية الأخرى وبتالي ربما يمكن التفكير في تغيير هذه الوجهة لكن لحد الآن السلطة تريد مساندة المجتمع المدني على حسب الأحزب السياسية شكرا لكم أمين الجزائر علي بخلاف الكاتب والباحث السياسي ووليد زعنابي القيادي بحزب جمهة القوى الشراكية لففاس